أعلنت المحكمة الدستورية في مالي تعيين الكولونيل العاصمي جويتا رئيساً للبلاد ورئيساً للمرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين وقالت المحكمة أن الكولونيل جويتا يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية وذلك لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها مشيرة إلى أنه سيحمل لقب رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الدولة